أهلا بكم من جديد افتتح زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى قمة تستمر ثلاثة أيام في مدينة هيروشيما اليابانية تبحث في تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي وتناقش سبل مواجهة القوة العسكرية والاقتصادية المتنامية للصين وكشفت مجموعة السبع مع بدء القمة الجمعة عن اتفاق أعضائها على عقوبات جديدة للحد من قدرة روسيا على مواصلة حربها في أوكرانيا حيث أكد المجتمعون أنه لا يمكن تحقيق السلام دون انسحاب روسيا غير المشروط من أوكرانيا وأكد زعماء على استمرار بلدانهم بدعم أوكرانيا إنسانيا وماليا وعسكريا على الأمد الطويل ويحضر الملف الصيني بقوة على طاولة النقاش حيث ورد في مسودة البيان الرسمي أن أعضاء المجموعة مستعدون لإقامة علاقات بناءة ومستقرة مع الصين مع التصرف وفقا لمصالحهم الوطنية كما ظهرت المسودة أن زعماء المجموعة يقرون بأن المتانة الاقتصادية تستلزم تقليل المخاطر والتنويع بعيدا عن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم نتابع موسيقى 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 ولهذا تعقد القمة في هيروشيم طبعاً مجموعة السبع هي ليست منظمة رسمية هي مجرد تجمع لا يوجد قانون ولا دستور ولا نظام داخلي يعني كل ما في الأمر أن رئيس القمة الدولة التي ترأس المنظمة أو القمة هي التي تدير وتضع الأجندة وتكتب البيان الختامي وبالتأكيد تتبحث مع الدول الأخرى ولكن الصين على الأجندة على أجندة الدول السبع الآن هي أهم بنت أهم فقرة تناقش هي الصين والعلاقة مع الصين وكيفية حماية دعم اليابان مثلاً عند تعرضها لاعتداء أو إلى آخره فالتحدي الصيني هو الذي يشغل بال مجموعة السبع وبالتأكيد قضية أوكرانيا وروسيا هذه متفق عليها هناك يعني عقوبات واضحة مع العلم أنهم يعتزمون ومناقشة فرض عقوبات على أطراف ثالثة الآن العقوبات تفرض على الأطراف الثنائية التي تتعامل مع روسيا ولكن الآن هناك تفكير في أن تفرض عقوبات على الأطراف الثالثة التي تتعامل مع روسيا الآن الولايات المتحدة بالتأكيد مثل ما تفضل الدكتور قواص أنه هناك اختلاف في الموقف بين الولايات المتحدة والدول الأخرى حول قضية الصين وحول قضية روسيا وأوكرانيا الولايات المتحدة لا تفكر بحل سلمي لقضية أوكرانيا في الوقت الحاضر هم ينتظرون الهجوم المرتقب الهجوم الأوكراني لطرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية وبعد ذلك يفكرون بصيغة لإنهاء الصراع في أوكرانيا ولكن الدول الأخرى لديها مواقف في مايخ الصين الصين مختلفة ولكن في مايخ الصين روسيا الاختلاف هو أن هذه الدول الدول الأوروبية تحديدا تريد أن تجد حلا سلميا حاليا بينما الولايات المتحدة تريد حلا لاحقا بعد نتائج تريد أن تعرف نتائج الهجوم الأوكراني قبل أن تتخذ قرارا في هذا الشأن دكتور محمد قواص هنري كيسنجر وزير خارجية الأمريكي الأسبق حذر بالأمس من أنه خلال العشر سنوات القادمة ربما يصل الأمر إلى صدام أمريكي صيني وربما حرب عالمية وبالتالي السؤال اليوم هذا التركيز المستمر والشحن المستمر تجاه الصين وروسيا إلى أي مدى فيه خطورة من وقوع هذا الصدام أنا لا أعتقد ذلك لأنه أساسا هذا الاختراع النووي تم إخراجه حتى لا تحدث هذه الحروب ليس والصدفة منذ الخمسينات حتى الآن لا أعتقد أول تجربة نووية كانت قبل ذلك أيضا لم يحدث أي احتكاك أو أي تهديد في هذا النوع حتى كل التهديد الذي يصدر لم يصدر أي تهديد من الصين لكن كل التهديد الذي يصدر على رسال بوتين أو على رسال مدفديف أو على رسال الجنرالات الجيش في هذا الموضوع لم يأخذ أحد على محمد الجد لأنه بالنهاية أنت تملك سلاح نووي فالآخرون يملكون أسلحة نووية بإمكان تدميرك وتدمير كل أسلحتك وبالتالي هذا أسلحة تردع وليست أكثر من ذلك ثانيا أنه الأخ هوري جسينجر الذي يقرر شيء يوم الأثنين ويغير رأيه يوم الخميس لم يعد مرجعا في هذا عمره مئة سنة لم يعد هذا يعني انتهى هذه المرحلة انتهت لكن واضح جدا أنه هذا الغرب لا يستطيع أن يتراجع وأنا أحيانا أشعر يعني الدكتور حميد أشعر لهذا الموضوع وكأنه الموقف الأوروبي أكثر مرونة من الولايات المتحدة وهذا غير منطقي لأنه الخطر هو على أوروبا وليس على الولايات المتحدة إذا كانت روسيا كانت ذاهبة إلى احتلال أوكرانا فكانت ستطل مباشرة على دول أطلس على بولندر ولمانيا كل هذه الدول ثانيا لاحظ معي هذا الموقف الألماني الذي انقلب من دولة سلموية إلى دولة سقورية ضد روسيا في هذا الشان وحتى هذا التلاعب الفرنسي الذي يرتكبه إماريلي ماكرون من بعض إلى آخر مناكفة في الولايات المتحدة ومحاباتا للصين في آخر مرة هو جزء من هذه التقاريد الفرنسية في القول أنه يعني أنا الولد المشاكس وعليكم أن تحبون للأسف انتهى الوقت كان بودي أن أتابع معك دكتور حميد ولكن المعذرة دكتور حميد الكفاية الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية أشكرك جزيلا على حضورك معنا كما أشكر دكتور محمد قواص الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا على حضورك شكرا جزيلا على حضورك جزيلا على حضورك